السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا هلو سهلو أصعد الله وقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو السيارة اللي حنجربها لكم اليوم ونعطيكم تفاصيلها هي جراند واقينير وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم أدخلوا موقع سعودي أوتو.com.sa وعبوا الاستمارة الموجودة داخل تجربة القيادة وإن شاء الله حنلبي طلباتكم والحين تعالوا معايا نشوف مع بعض تفاصيل السيارة الجراند واقينير جراند واقينير هي سيارة دفع رباعي حجمها كامل أو كبيرة تنتجها قسم جيب في شركة ستلانتس في أمريكا طبعا هي تجي سيارتين واقينير وغراند واقينير وهم مصنفين على إنهم واقينير من جيب لكن بدون علامة جيب على السيارة ويجوا بأربع فئات الستاندرد منهم واقينير والفول جراند واقينير والطرازين الباقية تجي بقاعدة عجلات طويلة وهي واقينير L وغراند واقينير L وتنافس في أسواقنا سيارات مثل لكسس LX 600 واسكيلايد واسكيلايد V ولينكون نافيجير تجي جراند واقينير لأسواقنا بفئتين أو طرازين وهم جراند واقينير وسعرها 522.098 ريال ما يعادل 139.126 دولار والفئة الثانية جراند واقينير بقاعدة عجلات طويلة وسعرها 553.896 ريال ما يعادل 147.705 دولار هذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة ورسوم النقل والضمان المتوفر من شركة بترومين ستلنتس وخمسة سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولاً وخمسة سنوات خدمة الصيانة الدورية أو 100 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولاً وكمان خمسة سنوات خدمة مساعدة على الطريق وعملنا مقارنة ما بين أسعار جراند واقينير ومنافسيها ستظهر أمامكم على الشاشة أبعاد الجراند واقينير الطول 545.3 سنتيمتر والعرض 221.4 سنتيمتر والارتفاع 192 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات طول قاعدة عجلاتها 312.4 سنتيمتر بالنسبة للجراند واقينير بقاعدة عجلات طويلة الطول 575.8 سنتيمتر والعرض 212.3 سنتيمتر والارتفاع 192 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات طول قاعدة العجلات 330.2 سنتيمتر طبعاً الأبعاد هذه تحكس على تصميم هيكل السيارة من الخارج ورحابة ووسع المقصورة من الداخل وعملنا مقارنة ما بين أبعاد الجراند واقينير ومنافسيها ستظهر أمامكم على الشاشة أبرز مزايا الشكل الخارجي الجراند واقينير لما نشوف الواجهة الأمامية تعرف أن هذه السيارة من عائلة جيب وأخت الجيب جراند شركي الكبيرة غطاء المحرك زمتوا شايفين الخطوط هذه والتجاعد النازلة تبرز هوية وشكل الجراند واقينير الضخم شبكة تهوية الأمامي شبكة تهوية الأمامي اللي يعطيك على طول هوية السيارة إنها من عائلة جيب بالفتحات الطويلة السبعة طبعا هذه الفتحات تيجي درفات نشطة يعني تفتح وتغلق أوتوماتيكيا عشان تعطي إيرو دانميكية أفضل الأضواء الأمامية LED أوتوماتيكية مع ميزة التحكم فيها بعيدة المدى مع أضواء نهارية LED وكشفات ضباب LED للإناطاف وكاميرا أمامية ورادار أمامي وأسفل الصدام سكيت بلاي بيعطي السيارة علو شوية عشان لو أخدت السيارة للبر ما يأثر على أداءها على الرمل ونشوف إنه سيارة الجراند واقنير تيجي بلونين السكف بلون أسود والهيكل بلون ثاني والسيارة مطعمة بالكروم في أماكن معينة إن كانت في الأمام وجوانب وخلفية السيارة بيعطي السيارة شكل راقي ومميز ومن جانب السيارة في الأعلى فتحة السكف بانورامية بتلاتة أجزاء الروفراك اللي هو عوارة جانبية لتثبيت أغراض أعلى السكف السيارة تيجي بميزة قابلة للتعديل النوافذة الجانبية زي ما تشايفين مطعمة بالكروم المراية الجانبية المراية الجانبية تعمل كهربائيا وتنطوي آليا وفيها ميزة التدفع مع ذاكرة وعليها مؤشر ألن عطاف وذاتية التعتيم من جهة السائق وعليها كاميرا جانبية عشان تعطيك الرؤية المحيطية 360 درجة مقابل الأبواب مقابل الأبواب تيجي بلون هيكل السيارة تعمل بالنظام الذكي وفي الأسفل زي ما تشايفين بس نفتح الأبواب دعاسات جانبية تفتح وتغلق تلقائيا أما بالنسبة للجنوط تيجي بجنوط مقاس 22 بوصة ومقاس الإطارات اللي هي 285 على 45 وفي الخلف في الأعلى هواي على شكل زعن في القرش ونشوف أضواء المكابح تيجي بعرض هنا أعلى الزجاج الخلفي يجي بالعرض أضواء خلفية تيجي LED وكاميرا خلفية موجودة هنا وعاكسات الأضواء أسفل الصدام وخطفات جر من الكروم باب صندوق الأمتعة الخلفي يفتح تلقائيا بدون استخدام اليدين فقط بتمرير القدم أسفل الصدام زي كده ويغلق كمان بدون استخدام اليدين فقط بتمرير القدم أسفل الصدام تعالوا خلنتكلم عن مساحة صندوق الأمتعة خلف الصف الثالث بتعطينا 804 لتر ولما نطوي الصف الثالث اللي هو هذا نطويه كده كهربائيا يعطينا مساحة وقدرها المساحة هادي حوالي تقريبا 2064 لتر ولما نطوي ظهر مقاعد الصف الثاني من خلال الزرين الموجودين هنا هنا في أربعة زرير الزرين هدول لطي ظهر مقاعد الصف الثالث كهربائيا وهدول لطي ظهر مقاعد الصف الثاني طبعا زي ما شفتوا يدويا ويصير عندك مساحة كبيرة جدا حوالي تقريبا 2744 لتر وعملنا مقارنة ما بين مساحة التخزين في الجراند واقينير ومنافسيها حتظر أمامكم على الشاشة تعالوا معي خلين نشوف إيش الأشياء اللي وفروها في صندوق الأمتعة نشوف هنا في أربعة أزرير موجودة الأزرير الاثنين اللي هي أول وحدة هادي هادي طبعا لمقاعد الصف الثاني تعمل يدويا والأزرير الاثنين هادي لمقاعد الصف الثالث اللي تعمل كهربائيا تنطوي وترجع تاني لمكانها كهربائيا الأزرير موجود هنا منفذ كهرباء 12 فولت وهنا موجود هكات على يمين صندوق الأمتعة وعلى يسار صندوق الأمتعة لتثبيت أغراض في صندوق الأمتعة ونشوف هنا كمان كذلك أماكن لوضع الستارة العازل الحراري من الشمس وهنا في زر موجود هنا هذا الزر لغلق باب صندوق الأمتعة ولما نرفع اللي هو سطح صندوق الأمتعة نشوف هنا في مكان موجود اللي هو صندوق لطفاية الحريق وهنا موجود اللي هو مكان للأدوات لتغيير اللي هي الإطار الأسبير طيب وين الإطار الأسبير؟ الإطار الأسبير نلاقي أسفل هنا أسفل الصدام اللي هو الإطار الأسبير موجود هنا هذه كل الأغراض الموجودة في صندوق الأمتاع القلبة النابض للغراند واقنير هو محرك هوريكين ساعة 3 لتر تيربو مزدوج أداءه عالي 6 سلندر خط مستقيم بيعطي قوة 493 حصان وعزم دوران 670 نيوتن ميتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات بنظام دفع رباعي كوادرا درايف ونظام تحكم بالتشتد سليك ترين بيعطي قوة سحب أو جر 4468 كيلو جرام خلينا نتكلم عن استهلاكه للوقود بيعطي 9.9 من 10 كيلو متر لكل لتر واحد ونوعية الوقود المستخدم هو 91 وتسارعه من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 6 ثواني والسرعة القصوى بيعطي 200 كيلو متر في الساعة وعملنا مقارنة ما بين محركة الجراند واقنير ومنافسها من ناحية ساعة وقوة وعزم دوران واستهلاكه للوقود ونوعية الوقود المستخدم حتظهر أمامكم على الشاشة المقصورة الداخلية أبرز مزاياها جيب بتقول إن الجراند واقنير مصممة إن تلبي احتياجاتك إيش ما تكون ومع ثلاثة صفوف تعطيق مساحة تخزين وتحميل إيش ما تكون تجلس 8 و 9 ركاب مرتاحين نبدأ من الأعلى بطانة السقف بطانة السقف من جلد سويد ومكان لوضع النظرات موجود هنا ونشوف هنا موجودة هنا أزارير طبعا أزارير هادي تحكم بفتحة السقف البانورامية وتحتها اللي هنا موجودة من راية الرؤية الخلفية تيجي رقمية بميزة التعتيم الجزاز الأمامي فيه عازل للصوت المقاعد تيجي جلد طليرمو مبطن ومقلم وفاخر المقاعد الأمامية تيجي بميزة التدفية والتهوية ومقعد السائق والراكب الأمامي تتعدل آليا بـ 24 وضعية تشمل أربع وضعيات لتعديل أسفل الظهر وتدليك الظهر في المقاعد الأمامية مع ذاكرة عجلة القيادة جلد فيها ميزة تدفية متعددة الوظائف للتحكم بالصوت ونظام تثبيت السرعة وتقدر تعدلها بعدة وضعيات تلسكوبيا وفيها ذاكرة السيارة مليانة حقيقة بشاشات نبدأ بلوحة العدادات شاشة معلومات السائق تيجي 12.3 من 10 بوصة وشاشة عرض المعلومات على القزاز اللي هي القزاز الأمامي HUD شاشة الثالثة اللي هي مركز المعلومات والترفيه وملاحة وصائد متعددة Uconnect 5 مقاس 12 بوصة شاشة المعلومات والترفيه متوافقة مع أبل كار بلاي لاسلكي وأندرويد أوتو وجه فيها نظام الترفيه من ماكنتوش مع 23 سماعة صوت وشاشة تفاعلية موجودة هناك للراكب الأمامي مقاس 10.25% بوصة وشاشة التحكم بالتقس موجودة هنا هذه الشاشة اللي بتكلم عنها طبعا أوتوماتيكية بأربع مناطق وفيك تخفيها لو تبغي بضغط الزر موجودة هنا زي متوا شايفين تختفي وتضغطها تاني تنزل الشاشة طبعا قبل ما خليني أوريكم مكان اللي هو الشاحن لاسلكي موجود هنا في الأسفل وزي متوا شايفين موجود هنا منافذ USB Type A و Type C و Auxiliary وهنا فيه موجود اللي هو منفذ HDMI كل هادي لراحة ركاب المقاعد الأمامية طبعا الكونسول الأرضي الأمامي يجي بالطول بالكامل مع حاملة أكواب موجودة هنا زي متوا شايفين هادي حاملة الأكواب موجودة هنا ومساحة تخزين مزدوجة في مسنة اليد وصندوق تبريد في الكونسول الأمامي موجود هنا ومثل ما قلت لكم شاحن لاسلكي موجود هنا في الأمام هادي الأغراض الموجودة أو الأشياء أو التجهيزات اللي موجودة في الكونسول الوسطي أنا شايف حقيقتين السيارة مليانة بالتقنيات والتجهيزات والمزايا لراحة ركاب المقاعد الأمامية ومساعدة السائق من المزايا الموجودة داخل المقصورة فيها نظام التحكم النشط بالضجيج والتحكم بلون المقصورة المحيطي الفاتح وفيها كاميرا مراقبة المقاعد الخلفية وكمان مرايا مراقبة داخل السيارة وجي فيها فلتر هوا فاخر لمقصورة السيارة ودوسات ذاتية التعديل مع ذاكرة موجودة هنا في الأسفل وثلاثة منافذ كهرباء بقوة 12 فولت ومنفذ كهرباء إضافي بقوة 230 فولت وكمان شريحة SD Card وUSB وصفحات معلومات الطرق الوعرة والحين تعالوا معايا نروح لمقاعد الصف الثاني ونشوف رأيش التجهيزات اللي موجودة فيها مقاعد الصف الثاني فردية قابل الإمالة والإنزلاق آليا ومقاعد الصف الثاني ثلاثة ركاب زي السيارة اللي موجودة معانا قابل الإمالة والإنزلاق آليا بنسبة 40-20-40 زي كده ويظهر المقاعد إرجاء للخلف وللأمام لراحة ركاب مقاعد الصف الثاني وكمان نشوف نموفره اللي هو النظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشتين دقتها عالية مقاس 10.1 بوصة ونشوف كمان إنه موفره إيه جيوب خلف ظهر مقاعد الأمامية للتخزين والشاشة موجودة هنا للتحكم بالنظام اللي هو الطقس موجود هنا وفي عندنا أربع فتحات تهوية اتنين موجودة هنا في خلف الكنسل الوسطي وكل واحدة على الجوانب هنا موجودة برضو فتحتين تهوية وفي الأسفل نشوف هنا منفذ كهرباء 230 فولت و12 فولت طبعاً هذا 230-110 وأربع منافذ كهرباء موجودة هنا تايب A و تايب C اتنين تايب A و تايب C وهنا منفذ كهرباء 12 فولت وكمان نشوف إنه موفره في الوسط اللي هو مسند للذراع وعليه حاملة أكواب اثنين ولخصوصية ركاب مقاعد الصف الثاني نشوف إنه موفره اللي هي العازل أو ستارة موجودة هنا خلينا نقول الخصوصية وكذلك عازل من الشمس هذه الأشياء اللي وفروها لراحة ركاب مقاعد الصف الثاني والحين تعالوا معايا نروح لمقاعد الصف الثالث ونشوف راح تركوب فيها كيف للوصول لمقاعد الصف الثالث العملية سهلة جدا هنا في الجيب عند واجنير في زر موجود جنب مسند الراس في اللي هي المقاعد اللي هي جنب الأبواب بس تضغط الزر هذا ينزلق الباب للأمام وبكل بساطة تطلع للصف الثالث الصف الثالث الجلسة فيه مريحة جدا مصممة للكبار وليست للأطفال واللي راحة ركاب مقاعد الصف الثالث وفروا في كل جانب هنا موجود اللي هي فتحة تهوية وكذلك أزرير موجودة هنا عشان تقدم كهربائيا ظهر مقاعد الصف الثالث للأمام وللخلف على حسب راحة ركاب مقاعد الصف الثالث وكذلك وفروا منفذين USB Type A و Type C هذه الأشياء اللي وفروها صراحة لراحة ركاب مقاعد الصف الثالث وهنا موجود في الأعلى اللي هي كاميرا اللي تكلمت عنها قبل شوية اللي هي خاصة بالسائق اللي هو يقدر يشوف ركاب مقاعد الصف الثالث والخروج من مقاعد الصف الثالث أو النزول منه سهل جدا مجرد أنك تضغط الزر مرة تانية يتقدم المقاعد زي كده بسهو بكل بساطة وأراحية تطلع من الصف الثالث وهذا يعتبر أسهل وسيلة لوصول ركاب لمقاعد الصف الثالث والخروج منه أنظمة السلامة والأمان اللي تيجي في جراند واقينير يجي فيها طبعا يجي فيها ستة وسائد هوائية أمامية وسائد هوائية لحماية الركبة للسائق والراكب الأمامي وسائد إضافية أمامية وجانبية بالمقعد وسائد هوائية ستائرية جانبية إضافية ومكابح مانع للانغلاق على الإطارات الأربعة ويجي فيها كمان اللي هو خدمة شعار الاستضام الأمامي ونظام إدارة المسارات النشط ونظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف والانطلاق ويجي فيها كمان مراقبة الزوائل العمياء مع نظام اكتشاف الأجسام والسيارات العابرة عند الرجوع للخلف ونظام تثبيت مقاعد الأطفال اللي هو الايسوفيكس ونظام التنبيه من الاستضام الأمامي عند السرعة القصوى مع نظام مساندة الفرملة المتقدمة أو المتطورة وتوفر فيها كمان اللي هو نظام المساعدة على التسلق التلال ونظام مساندة الركن الأمامي والخلفي اللي هو بارك سينس وفرملة الطوارئ للمشاة ومساندة الفرملة عند المطر ونظام الزحف ونظام الركن الأوتوماتيكي بارك سينس والكشف عن نعاس السايق وكمان يجي فيها اللي هو نظام انذار متقدم للأمان ونظام المساعدة على القيادة النشطة ونظام تفادي الاستضامات عند التقاطعات ونظام الرؤية الليلية ونظام الرصد المشاه والحيوانات ونظام كاميرا الرؤية المحيطية اللي هي 360 درجة مع مساحات للكاميرا الخلفية وسكيد بليت أمامي أصلي من مبار والحين بتكلم عن أداء السيارة وما لها وما عليها أنا شايف أن الجراند واقينير هي سيارة جيب تقدر تتحدى سيارات الدفع الرباع الكبيرة الراقية مثل كادلاك و لينكون ومن ناحية تجهيزاتها ودقة التصنيع والخامات المستخدمة فيها مقصوراتها الداخلية جميلة ومقائدها مريحة والرؤية الخارجية رائعة قياداتها على الطرق العادية سهلة ومريحة وثابتة كمان وعلى خط مستقيم تعتبر قريبا من الأفضل في فئاتها وهذا يرجع إلى حد كبير لمحركها الهوريكاين القوي ستة سلندر وجب تقول في احتمال كبير أنهم يقدموا محرك هاجين قريب جدا ومحرك السيارة هو واحد من الأشياء اللي عجبتني في السيارة والشيء الثاني المساحة في الصف الثالث ممتازة والشيء الثالث هو نظام دفع رباعي ستاندرد في الجراند واقينير أما بالنسبة لي ملاحظاتي على الجراند واقينير أنا شايف أن الصف الثاني الكابتن شيرز بياخد من مساحة التخزين والشيء الثاني استهلاكها للوقود أعتبره ضعيف وحجمه الكبير يأثر طبعا على خفة حركتها وقيادتها أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من تجربة الجراند واقينير وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطناها في تجربة اليوم أدخلوا موقع سعودياوتو.com.sa وعبوا الاستمارة تحت جربة القيادة وإن شاء الله سنلبي طلباتكم ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن أرسال نصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات للحوادث حد جوالك على الصامت وقود بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة